بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم دكتور محمود حسين عشان نكمل القرص بتاع السويل استيبليزيشن ونحن نهضة نتكلم فيه الشابتر 4 اللي هو الميكانيكال بروبيرتس فويل هنتكلم النهاردة عن جزئين بارت 9 و بارت 10 وهم عبارة عن أمثلة عشان نوجد بيهم الشير سترينس برامتر بتوع السويل احنا خدنا في البارت اللي قبل كده ازاي نحسب الشير سترينس برامتر عن طريق الديريكت شير وعن طريق التراي اكسيال النهاردة هناخد مسائل تطبيقية على التجربتين المثال الاول بيقول لي ايه يعني عندي تجربة تراي اكسيال اتعملت على ثلاث عينات من نفس السويل النتائج كانت اللي قاتي تست عندي الاولاني الثاني الثالث جفن عندي ايه مديني السيل بريشر بالكيلو نيوتن على الميتر سكوير اللي هي السيجما ثلاثة مديني لكل تجربة هنا مرة عشرين هنا مرة تلاتة وخمسين هنا مرة سبعين وبعدين مديني الديفياتور ستريسز ايه الديفياتور ستريسز اللي هي السيجما دي مديني برضا كيلو نيوتن على الميتر سكوير مرة بستين خمسة وتامنين مية لو تفتكر التجربة بتاع التراي اكسيال قلنا ان احنا بنحسب الاول او بنقيس الاول سيجما ثلاثة اللي هي موجودة في كل مكان وبعدين ابتدي احط هنا السيجما مين ديفياتور عشان يحصل الانهيار بتاعي طيب ايه المطلوب بقى بتاعي عايز الشير سترينس برامتر ايه هما الشير سترينس برامتر بتاع الصيل اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هما السي والاي والفاي ده على اساس ان البور بريشر بتاعي او الضغط بتاع البيني بالسويل الكام عندنا بصفر طيب نحل الكلام ده ازاي اول خطوة لازم سيادتك تحسب الميجور برينسبال استريسز زي ما اتفقنا اهي انت عندك هنا سيجما ثلاثة وعندك هنا سيجما ديفياتور يبقى المحصلة بتاعتهم سيجما واحدة اللي هي بتساوي سيجما ثلاثة زائد مين زائد سيجما ديفياتور صح؟ طيب بس انا مش عندي تجربة واحدة لانا عندي تلات تجارب واحد اتنين تلاتة كل واحدة لها السيل بريشر اللي هي سيجما ثلاثة مرة بعشرين تلاتة وخمسين سبعين كل واحدة لها ديفياتور السيرز اللي هي سيجما ديفياتور بستين بخمسة وتمانين وبمية فبالتالي لازم احسب سيجما واحد لكل تجربة ان انا اجمع عشرين زائد ستين بتمانين تلاتة وخمسين زائد خمسة وتمانين بمية تمانين وتلاتين سبعين زائد مية بكم بمية وسبعين طالما جبت السيجما واحد وسيجما ثلاثة هبتدي اقدر ارسم العلاقة ما بين السيجما والايه والتاو التجربة الاولية كانت لو تفتكر كانت السيجما ثلاثة بعشرين والسيجما واحد بكم بتمانين فانا وصلت او جبت النقطة دي والنقطة ديت ونصفت المسافة ما بينهم وانا حطيت الايه الكامبوس بتاعي ورسمت الدايرة اللي انت شعيفها دي ما يقال على الدائرة دي هابتدي يقال على مين على الدائرة الثانية ادي مين سيجما ثلاثة واأي سيجما مين واحد والوصفته نصفته المسافة ما بينهم ورسمت مين الدائرة وهانا نفس الكلام في مين التجربة التالتة ورسمت التلات داوير ثلاث داوير بعد ما ارسمهم بالشكل ده هابتدي اعمل ايه هابتدي اعمال مماز ليهم هما التلاتة زا ما انت شايفه ده اللي هو المماز الأحمر دا خلاص انا جبت دلوقتي والله المماز دوت هشوف المماز دوت تقاطع مع المحور الرأسي في نقطة المسافة دي هي دي السي اللي هو عايزها فانا في المسألة دي طلعت السي بتاعتي بكام بخمستاشر كيلو نيوتن على الميتر سكوير بعد كده اجيب مين البروتركتور او اجيب الايه المنقلة وحطها هنا هو توئيس مين الزاوية بتاعت الانجلوف انترنال فريكشن الفاي فالفاي بتاعتي طلعت بثمانتاشر درجة اهم حاجة تخلي بالك في المسألة ديت ان لازم السكيل الافكي بتاعك يكون هو هو السكيل الرأسي بمعنى انت حطت هنا 20-40-60 على مسافات متساوية ديت نفس المسافات تاخدها 20-40-60 عشان تقدر ترسم الدواير وتطلع السي وتطلع الفاي اللي هما الشير سترنس برامتر اللي طلعوا من تجربة التراي اكسيال شكرا